فاز فريق الكرة الاول بالنادي الاسماعيلي على ضيفه امبي باستاذ الاسماعيلية حيث تفوق اصحاب الارض بسلسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم اليوم على استاذ الاسماعيلية لحساب منافسات الاسبوع الخامس والعشرين للدور الممتاز وجاء هدف الدرويش الاول في الديئة 41 عن طريق فراث شواط وعاد اللاعب مرة اخرى وعزز تقدم الدرويش بالهدف الثاني مع الديئة الاخيرة من عمر الشوط الاول وعاد المهاجم التونسي فراث شواط واحرز الهدف الثالث في الديئة 57 مسجلا هاتريك بسلسة اهداف في المباراة التي اقمت اليوم واحرز هدف امبي الوحيد اللاعب مروان داود في الديئة 70 من عمر المباراة وتمر المباراة سجالا بعد ذلك حتى تنتهي المباراة بفوز الاسماعيلي بسلسة اهداف مقابل هدف الفوز رفع رصيد الاسماعيلي الى النقطة 23 في المركز ال14 فيما تجمد رصيد امبي عند النقطة 29 في المركز الثاني عشر الف مبروك لدرويش الاسماعيلية لابتعادهم خطوة جديدة بعيدا عن مسلس الهبوط والتقدم الى الامام في جدول المسابقة المحلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة